لا تستعملوا مفردةً من المفردات دينيةً كانت، ثقافيةً أو حتى اصطلاحيةً أو أدبية، إلا أن يكون لها أصلٌ في ثقافة نبيكم وآله عليه السلام من وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم من أهل الطغيان أو النفاق أو المنكر، قولوا ذلك فيهم ولا تتحرَّجوا وإذا أجرمتم في حق من يسعى لإيصال صوت النبي والآل للعالم كافة فأنتم بهذا تسجلون أنفسكم من حيث لا تقصدون في سجل أعداء النبي وآله في سجل أولئك الذين هجموا على فاطمة الزهراء لأن الزهراء في ذلك الموقف صاحت واستغاثت وكانت تناشد الناس النصرة فخذلوها بنفس مبرراتكم هذه التي تتداولونها فيما بينكم نفس هذه المبررات منهم من يقول إنا نحرص على الألفة والجماعة ومنهم من يقول إنا نخشى كذا وكذا ونخشى الفتنة نفس المبررات ولكن النتيجة كانت أن الزهراء عليه السلام كانت تعود إلى بيتها وهي تأن تأن من هذا الخذلان